ياصر عرفات القضية الفلسطينية من يومها الأول هي أعدل قضية يمكن الحريث عنها بأسوأ قيادات ما كان يموقع العمل الفدائي مالياً سوريا كان موقف معلن مع أن العمل الفدائي ما كان يروح الجولان واحد من الارتدادات في 67 بس في النقطة هذه لأنه في ارتدادات كثيرة حقيقة أنه بعد نكسة 67 بعد أحد الارتدادات أنه بدأ عدم الإيمان بالجيوش النظامية أبو عبدالطيف قبل ما نروح على الارتدادات اللي خارنت يعني بعد نكسة 67 خلنا نتكلم أول شي في أهم نقطة احنا كل 56 و 67 وما بعد على قضية فلسطين والدور الفلسطيني هنا في نكسة 67 وين كان دور الفلسطيني في الداخل ودور أحمد الشقير رئيس مناظمة التحرير ودور اللي كان فعال في ذلك الوقت واللي تبنى جمال عبد الناصر ياسر عرفات حقيقة القضية الفلسطينية من يومها الأول يمكن تكلمنا مرة هي أعدل قضية يمكن الحديث عنها بأسوأ قيادات بالفعل لم يوفقوا قط بالقيادات يمكن أنت ذكرت الآن أحمد الشقيري وذكرت ياسر عرفات ودورهم في الحرب اللي حدثت مثل ما ذكرنا إسرائيل بدأت بالكاونتداون قبل عشر سنوات وكلما قربت السنوات قرب سنة الحرب كان عليه على الأدوات اللي يبونها أن تفعل فأحمد الشقيري خلنا نتكلم أنا عرفات من الخمسة وستين أعلن البيان الأول وبدأ يقوم وهذا على فكرة عشان لا يكون بس كلامي هذا كلام حتى بسبعة وستين لما صارت الأزمة يوثنت من نيويورك أمين عام الأمم المتحدة صرح بأنه سبب الأزمة القائمة بالشرق الأوسط والسخونة هي حركة فتح واحتجوا عليه مندوب السعودية والأردن وبعدين طلبوا أنه المندوبين العرب يردون عليه وكان هو جاد بهالكلام شنو اللي صار كل السخونة اللي صارت في الجبهة السورية لأنه كانت منظمة فتح وهذه لا علاقة لها بعدارة القضية الفلسطينية احنا نتكلم عن قيادة قيادة أثبتت ضرارها بالقضية الفلسطينية مرارا وتكرارا اللي هي سر عرفات وموقفها ضوال بلبنان وموقفها من الأردن وموقفها من الكويت كلها كلها ضرر بدأت العمليات تبدأ من سوريا تطبخ في سوريا إنما لا تعمل في سوريا تعمل في يساءل عنها الأردن يعني السموع بنوفمبر 66 هذا اللي خلت القضايا تتطور انفجار لقم في إسرائيل قتل عنا ثلاثة فأتت إسرائيل دمرت قرية السموع جنب الخليل بالضفة فكان يعني كان الدور هذا وانتبه عبد الناصر له على فكرة معه الرصاصة الأولى وكان معترض على قضية فتح العنقار راح يجروننا إلى حرب لم نحسب حسابها وهذا دائما المليشيات بهذا الدور مليشية هي تسحبك انت ما تكون مقرر ولا مستعد ولهذا السبب هم دور هيكل كان وسيط بين عرفات وبين عبد الناصر عبد الناصر كمان أخذ على فتح أنه لربما لها علاقة بالإخوان وغيره أنا ذاك إنما كمان الدور اللي هيكل دائما يقوم به وكان الدور فتح لو كان يعني فائد أو به فائدة للقضية الفلسطينية لا بصمنا بالعشرة عليه بس بلفعل بدأت عمليات فدائية تعنى عنها إسرائيل كان بدعم مصري ولا أردني لا 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 الدعم سوري سوري أن الأردن هي كانت تتلقى ضربات الأردن مصر هذه بـ 56 قبل الـ 56 كانت العمليات الفدائية من قزة حتى ضربت قزة وقتل بها بعد أن توقفت مصر سوريا ما كانت يخرج منها إنما يذهب عن طريق الأردن على أبو جبهة فكان بالعدة التنازلي أنه العمل الفدائي بهذا الشكل المنفلت غير المنضبط غير المنسق مع القيادة العربية كان به ضرر أكثر من فائدة وهذا استمر الوضع بهذا الشكل إذن كان المغذي سوريا وليس المصر يعني جمال عبد الناصر ما كان هو يدعم لا 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 ما يدعمها وحتى إلى آخر لحظة بعد الخمسينات قبل الـ 56 اللي ساهم بالعمل الفدائي من قزة توقفوا على فكرة ترى قزة لا تبعد كثيرا لا 40 كيلو 50 كيلو من تلعبيب يعني بالتالي كانت نقطة مثل الجولان وقربها وهذه أحد مشاكل إسرائيل يعني بلد ضيقة يمكنه الوصول رأسا من مصل إلى تلعبيب فكانت حرب 67 game changer بأمور زي هذه إنما العمل الفدائي آنذاك كان مثل القضايا اللاحقة عندك فصيل ميليشياوي غير منضبط يقوم بعملية يعطي الجهة الأخرى حق الرد المدمر وهذا اللي كان يخاف من كان عفوا قبل ما نروح أقرب من كان العمل الفدائي ماليا يعني أولا سوريا كان موقف معلن مع أن العمل الفدائي ما كان يروح الجولان كان يروح بس سوريا كان موقف معلن إن إحنا مع الحرب الشعبية ومع وهذا اللي قلنا أثبتنا كذبة أن بعد ما احتلت الجوران توقف طيب قالوا في حشود إسرائيلية وكلها اطلعت مصيح على فكرة هذه من الأمور اللي حصل كتأثير لستة ستة وقرار الانسحاب إسرائيل بإمكانياتها وذكرنا ثلاثين مليون مصر وخمسة مليون ومليون ما كان عندها إمكانيات أن تحارب على الثلاث جبهات وقت واحد اللي صار الانسحاب غير المدروس خلاها تشيل أولا قبل هذا الجبهة السورية حطت 11 لواء ثم سحبتهم لأن شافت مصر بدأت تحشز هذا السحب خلا ما فيه أحد مقابل سوريا يعني كان لأن الجيش مالها لما انهارت الجبهة المصرية حركوهم مرة ثانية حق الأردن اللي غزى الأردن هي اللواءات اللي كانت محشودة عند مصر لأن هذه قدرة الجيش الإسرائيلي ملد صغيرة عندها جيش محدود ما تقدر أمريكا تتكلم عن صعوبة الحرب على جبهتين أنت ثلاث جبهات بس استطاعت إسرائيل أنه لضعف الجبهات العربية أنه تحشد تقوم سوريا تعلن عن الحشد تتصاعد القضية مع سخونة الجبهة المصرية تنقل هذه للمصرية مع الانسحاب غير المدروس عندها الألوية عندها جبهة سوريا وجبهة الأردن اللي الجبهة العريضة اللي أكملت على ما تبقى من فلسطين وبالتالي هذه قضايا عند الباحث الجاد يتوقف عنها لماذا رفع شعار الحرب الشعبية ما هي فائدة هذه البيانات اللي كانت تصدر من شخصية ثبت لاحقا يعني الخطاب الإعلامي العربي إبو عبداللطيف ساهم بتصعيد الحرب وإسراع إسرائيل من الدخول اللي كان يقوده هيكل هيكل كان له دور شعارات سوريا شعارات سوريا له دور حتى إنشاء المنظمة هذا شعارات حتى أحمد الشغيري أحمد الشغيري قلت لك ابن أسعد الشغيري الواحد يشوف إصدارات دار الجليل شنو كتب عن أسعد الشغيري كرجل دين ومحامي وكاتب ووسيط بالأراضي وفي جيش الضلال اللي كتبته عن المتعاونين كتبته هالة القوري رح تجد أسعد الشغيري هذا الرجل يعني أداءه كمان للملك حسين شيء تريد أن تثور وتقسم الأردن هل واحد محب للأردن يريد أن يقسمها بين أردنيين وفلسطينيين كان يريد يحولها مملكة أردنية إلى جمهورية فلسطينية وقال هالكلام إلى أنزار الملك حسين عبد الناصر ووقع ما يقول جاء وقال بسافر معاك حق حق الأردن وشعب هدومة يعني كان الملك حسين هذا واحد من الارتدادات في 67 بس في النقطة هذه لأنه في ارتدادات كثيرة في 67 هنا كان أيلول الأسود في سبعين 67 كان لها دور بنقل منظمة التحرير وميليشيات خلو سؤال هذا سؤال رائع اللي صار وهذه هم نشوف ظلم الملك حسين وأن كان لنخصهم معاه على اللي صار بس ظلم بأمور عديدة الحقيقة أنه بعد نقصة 67 بعد أحد الارتدادات أنه بدأ عدم الإيمان بالجيوش النظامية من ذلك الملك حسين قال أنا الفدائي الأول ملك حسين فتح الباب واسعا للمنظمات الفدائية آمن بالعمل الفدائي قال إحنا جيوش كسرنا فليش ما نعطي الفرصة للمنظمات ألا أنه جماعة ألا رأسهم عرفاء قلبوا المعادلة إلى إسقاط نظام الحكم وأنه تل أبيب تمر عبر عمام وكسبوا عداء الملك حسين وهو اللي يفتح لهم الأردن هو اللي فتح الأردن كان إيمانه ما فتحت بالقوة كان إيمان منه بأنه إحنا كجيوش نظامية فشلنا فخدمتي إيماني بالقضية الفلسطينية أن أدعم العمل الفلسطيني وكانت داعم الأول للعمل الفلسطيني ألا أنه ماذا كان ارتداداتها ارتداداتها أن بدل المنظمات صارت المئات صارت ميليشيات جبهة تحرير الجزائرية وحدة بليت كونغ وحدة فجأة فلتت وبدأ الانفلات بدأ شباب 14 سنة عنده كلاشين كوف يقضب ضابق أردن وبدأت قضايا كمان تعطي إسرائيل اللي صار بعدين حادثة الكرامة مثل السموع همشدي جاء بدون إذن ودخل الجيش الإسرائيلي ردا على عملية فدائية وبعدين رفعت على الشعار جورج حبش بعد مو منظمات جانبية وياسر عرفات رفعوا شعار سقاط النظام ودي حداد خطف أربع طائرات جابهم مئات وآلاف الركاب وشالهم أمام الصحافة العالمية ووداهم فنادق في دولة وين الدولة أنت تخطف طائرات وتجيبهم في صحراء الأردن يعني الحقيقة اللي تكلم عن أيلول الأسود بأنها قضية ظلم من الملك حسين العكس صحيح هذه التجاوزات ما كانت مقبولة أنت جاي تحرر بلدك ولا جاي تحتل بلد آخر فهذه كانت بس قالوا أن سوريا كان لها دور خلافة مع الملك دعمت دور هذه المنظمات باسم فلسطين لإسقاط النظام في الأردن نعم بس ماذا عملوا بنهاية مو بس سوريا الجيش العراقي اللي موجود على رأسه على رأسه حردان التكريتي وأوامره تأتي من صدام وإحمد البكر قالوا حق المنظمات الفلسطينية تصدوا للجيش الأردني وإحنا جايكم ونفس الشيء الجيش السوري اللي صار الجيش السوري تصدت لطائرات الإسرائيلية أوقفته الجيش العراقي لم يوفي بوعده للفلسطينيين ولا حد إلى اليوم ما في أحد يحاسب نظام صدام على مئات الجرائم اللي قام بها اتجاه الفلسطينيين وقتله لرؤساء المنظمات ومنهم توريطة للفلسطينيين في أيلول أيلول أحد أهم أسبابه أن جيش عراقي موجود تأهدوا بأنه أي لحظة صدام مع الجيش الأردني نحن داخلين ولا دخله ولا شيء أيضا في نقطة مهمة ما ذكرتها بو عبداللطيف البرقية اللي أرسلها المشير عبدالحكيم عامر من باكستان بيها بنوع التفصيل لطالبه بإغلاق مضايق تيران بسفل إسرائيلية وكانت يحدى الشرارة كل اللي بيها بنوع للتفصيل وهذه قضية هامة جدا لأن هذه الشرارة شفت أنت هالستوديو يحرق بشرارة صح ولا لا هذه الشرارة اللي بدأت الموضوع هذا كله بس هذه فيه شاهد عيان عليها وشاهدت بها يليت والله عبدالحكيم عامر كان علي منه صلاح نصر رئيس المخابرات يقول في المطار ونحن مسافرين إلى باكستان أنا والمشير عامر أتانا الرئيس جمال عبدالناصر يودعنا وقال حق المشير أريدك لما تصل إلى باكستان أن ترسل البرقية هذا نصها أنك تطلب وتصعد في قضية القوات الدولية وهذا حتى صلاح نصر وحتى المراقبين يقولون ما لداعي أنت المشير رايح لك كم يوم وترجع شاللي طلع ببالك وانت بباكستان والله قوات دولية توك اكتشفتها صلاح نصر في كتابة يقول أنا شاهد عيان لأن الورقة هذه بدأها عبدالناصر بقصد التسقيد ولا تنسى أن عبدالناصر من يسيره وبالفعل صعدت وبدأت تصعد وتتصاعد وبعدين صار ريدبلوين إلى وذد راول من هذا وصعدت إلى إقلاق المضائق إلى 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 إليها فبالتالي الأمور بالحياة لا تخضع للصدفة يعني ماكو شيء بيوم وليلة يصير هي خطوات متتالية وهناك من يدس من يدس هذا الدس العبدالناصر ليه هذا صلاح نصر كان الرجل الثاني أو الثالث بالدولة فهذه هذه سر البرقية اللي جت من المشير وتملو من المشير عليها أساسها الرئيس عبدالناصر ممتاز قبل 67 نقصة 67 في كان العميل الكوهين اللي هي من أمريكا الجنوبية والتغمع المخابرات السور واستطاع أن يتعمق يمكن كان يصبح رئيس وزراء السوري أعدل في 65 شنو دور كوهين في مع إسرائيل وحرب 67 كان في علاقة على فكرة ما ودي أثغل على الله يرحمه عبدالناصر تعرف أن حتى كوهين جذور عبدالناصر هذا كان جذور عبدالناصر هذا كان موجود في مصر ويدرس في جامعة اسكندرية كويس لما جدت في حادثة يسموها فضيحة لافون إسرائيل أرسلت عملاء يتعدوا على جماعة دبلوماسيين قربيين بحيث يسيئوا للعلاقة بين مصر والقرب مع أن عبدالناصر تكفل بهذا الأمر بهجومة على القرب فأوكي الحادثة صارت وقبضوا على اليهود راح توسع عبدالناصر لأنه تعود أنه حتى مثل الأخوان ما يقبض على واحد اثنين بالجملة من اللي قبض عليهم إليكوهين فأول مرة إليكوهين يشعر بأنه مو هذه البلد اللي راح أعيش فيها لأن اليهود في مصر من مئات السنين فانتقل وجند وأصبح 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 عميل لإسرائيل من الأمور اللي أحد البرامج الدكيمنتري قابلوا أخوان إليكوهين وراحوا معاهم إلى الجولان طلع إليكوهين ما سوى لما كان عميل قبل الخمسة وستين كان يزور مع القيادات الجولان ويريد أن يخدم إسرائيل وهذه مواقع محصنة كان يقول حق القيادات اللي معاه هذولا أبنائنا السوريين قاعدين بهالشمس بهالخنادق لنزرع شجر حتى يضلل عليهم وزرعوا شجر هذا متى قبل الخمسة وستين على السبعة وستين الشجر ايش صار أحد الديكيمنتري رايحين مع أخوان حق إليكوهين راحوا إلى الجولان الجولان محتل من إسرائيل وإذا بالفعل الكلام هذا وين ما فيه موقع دفاعي سوري فوق الشجر يعني علامة ولا أضبط منها اضربها اضربها فإليكوهين خدم إسرائيل حيا وميتا وعلى فكرة للمعلومة إليكوهين اتهم بالخيانة وعدم عليها إليكوهين مو خائن الخائن هو السوري اللي يلقي يلقي الولاءة إلى إسرائيل هذا إسرائيلي هذا جاسوس الجاسوس ما يعدم الجاسوس تحطه وتبادله هذا العرف الخائن تعدمه فإنت شلون تعدمه بتهمة الخيانة ريال ما قال هو الدعن سوري هو لا سوري وبالعكس مصري أقرب من أنه سوري بس قيل أنه أعدم بسرعة حتى الأموات لا يتكلمون بس خدم خدم إسرائيل بموته كما خدمها في حياته الشريط اللي حصلت حتى حصلت على شريط أصدرته وزاعة الدفاع لإسرائيل عن حرب سبعة وستين حدثني باختصار أنت مريت عليه لكن أليه هو أكثر من ساعة ونص في استعدادات إسرائيل من يومها الأول من السبعة وخمسين شلون بدأت تحضر حالها وكانت كمان تظهر كيف القضب العربي قاعد يتصاعد عليها هذه شريطة يقال أنها أرسلت لنا كان وضع إسرائيل ترى إلى السبعة وستين ضعيف حتى أمام أمريكا يعني أمريكا كان اللي عنده هدوم زايدة يدزها لإسرائيل يعني قضية مثابتة ويمكن قلت لك أنه ثروة عكاشة قال أنه حتى رؤساء الحركة الصهيونية ما كان عندهم مانع أن يصبحوا وطن قومي ضمن وحدة عربية وبالتالي إسرائيل تغير حالها من حال إلى حال بعد السبعة وستين وحتى بدأ التمدد اليميني هذه الحكومة اليمينية العربية لأننا تعرف اليمين أقلبها عرب من اليمن والمغرب هذا يقلب الحكومة عربية الحكومة قبل ذلك على فكرة للطرافة أبد الناصر كان عنده موضوع الشك دائما شك ويشك قبل السبعة وستين حتى زاد شك وازدادت سوء معاملته حتى للروس بدأ يتحدث أنه أنت لربما عندكم مباحثات يقول حق الروس قالوا لا إي حد مباحثات ليبيا شكول أصله روسي نص الحكومة ذاك الحكومة العمالية كلها من أوروبا الشرقية بولندا حنقار أوروبا الشرقية كلها شيوعيين حتى هم كمان للطرافة بعد السبعة وستين نظرة الروس للعرب كانت سيئة جدا حتى يقول مراد غالب ما يقولون الروس يعني كانوا قريبين لتحسدية للعرب لأن هذا يقول لك السفير المصري مراد غالب في روسيا بعد السبعة وستين صورة العرب في كل بلدها العالم بأمريكا صارت سيئة بريطانيا بكل مكان روسيا نفس الشيء لأن قالوا أنت فردت بأسلحتنا أنت فردت بسمعة أسلحتنا حتى يقول مراد غالب العربي إذا ركب تاكسي وعرف أن عربي نزله فقام فقام الروس لكي يحافظوا على علاقتهم مع العرب وهذا طلبوا من اليهود الروس أن يجتمعوا ويصدروا بيان ضد إسرائيل وضد الحركة الصيونية أننا يهود وليس صحيحة يقول مراد غالب يقول لما عملوا اليهود بهذا المؤتمر صعق الروس أنه طلع أقلب غياداتهم يهود وكثير منهم يهود فإسرائيل ما كان عندها مشكلة في طريقها للحرب أن تكون لديها علاقات جيدة مع أمريكا وتكون لها علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي إحنا اللي سوينا الأكس علاقاتنا سيئة مع أمريكا بـ يعني اليوم أبو أحمد اليابان اللي ضربت بقنابل نووية ما انتقمت خلص أمر صار ومن الخمسة واربعين وإلى أن وصلوا اليابان ترى كل اللي تشوفها باليابان صنع أمريكا هي اللي صدرت لهم نقلت تحرك الهايتك وهي اللي فتحت أسواقها ألمانيا دكت آخر سنة قتلها أكثر من قتل اليابان ما صار عندهم هالعداء مع أمريكا إحنا كحرب شبيننا وبين أمريكا ستة وخمسين وقفوا معنا بداية القضية الفلسطينية لجنة كريغ الأمريكية طلب الفلسطينيين أن يكون الانتداب عليهم أمريكي وليس بريطاني الحرب الثانية هم اللي أزاله واحد مثل هتلر يعتقد إحنا واليهود إذا داش فر أفران لليهود الأفران الثانية لنا إحنا ساميين بنظرة يعني شملت أمريكا حتى تستحق كل هالعداء اللي عبد الناصر عكسه وقام به يعني طبقه واقع مو كلام وخلق عدام على الوقت كانت تريد تدمير طيب أنت لما تعادي أمريكا بهالشكل مو أنت قاعد تلقي أمريكا أكبر قوة أي اللي دخلت حرب حسمتها الحرب العالمية الأولى حسمتها أنت ما تلقيها بأحضان إسرائيل طيب ليش هالعداء الزائد ليش وصلت مثل ما قلنا اشرب من البحر الأبيض هذا كلام يعني كلام مخجل حتى ممتاز نقطة مهمة أيضا يعني بعد النتائج والارتدادات هذا قلنت أكلم أنه بعد سبعة وستين يعني النكسة ظهر عبد الناصر وأعلن استقالته وقيل يعني بعد الاستقالة الشعب المصري رفض هذا رفض عملية للتنحي وطلبوه بالاستمرار لتحرير الأراضي العربية رنتك على المقبل كثير شوف قبل قبل فترة صدر كتاب بعد طول انتظار محمد فائق اللي هو وزير الإعلام السبعة وستين قرأت الكتاب منه كان رئيس صوت العرب وجدي الحكيم صديق الكويت للمعلومة وصديقي كتاب محمد فائق لا توجد فيه كلمة وحدة عن وجدي الحكيم هذا أمر يثير الريبة تتكلم عن ذكرياته بالسبعة وستين محمد فائق أقول لك ليش وجدي الحكيم تتكلم عن محمد عروق عن أحمد سعيد محمد فائق لم يأتي بكلمة عن مدير إذاعة صوت العرب وجدي الحكيم يبلغني هو صديق لكويتيين وصديق هو رجل يقول ناداني محمد فائق بعد بداية الحرب اللي هو وزير الإعلام اللي كتب مذكراته وما جاب طري وجدي الحكيم قال لشوف أبي يقول صوت العرب مع بداية الحرب انتلأت بكتاب الأقاني بالملحني بالمطربين عشان حر بحر أقاني وطنية وتدع قال لي شوف أبيك تحط من كتاب الأقاني تطلب منهم أقاني تطالب وتأيد عبد الناصر وعودات عبد الناصر وغيرها من المواضيع قال أنا استقربت واجدي الحكيم قال ما للي أنا أقول لك هذه الأقاني هذه الأقاني ما تذاع لو دزيت اللي كان ورقه قلت لك ذيها الأقاني ما تذيحها ما تذيحها إلا إذا عيني بعينك يعني أنا جدامك أقول لك ذيها إذن قضية استغالة عبد الناصر عودة عبد الناصر مطبوخة بشكل مسموك لهذا السبب محمد فائق ما حق أي سيرة لوجدي الحكيم لأن وجدي الحكيم فضح لأن محمد فائق سجن بعد ذلك عشر سنين بعد مراكز القوى فكانت القضية معدة ومطبوخة بهذا الشكل الآن البعض يقول هل الملايين هذه كلها يعني مدفوعة لا لا أنت طالما عندك هذا القرار محضرة اللي هو الاستقالة ثم أنت عندك نقابات عندك الاتحاد الاشتراكي أنت لما تحرك لك آلاف الباقين يتحركون ليش أولا بالأنظمة القمعية الناس أنت تعلمها أن تسير أن تصف بالطابور ستالين لما مات أحد أكبر الجنازات بالعالم لأنك أنت جيت حق رئاساء والنقابات كنت لهم روحوا وزوروا قبره إذا القيادات النقابات سووا الملايين يزوروا فاللي صار بالخطاب التنحي اللي اكتبه هيكل للمعلومات لا كان مكتوب بقصد أنه تكون فيه ردة فعل بهذا الشكل ما أحد يقول أن الملايين طقوا الباب عليهم واحد واحد قالوا روحوا لا أنت طالما محضر حالك على أن يلقى خطاب تنحي وتأتي ثورة ترجع أنت تتمكن من نقابات قيادة نقابات هنا وهناك متى ما نزلوا الشارع خاصة بدولة قمعية الناس متعودة أن تستمع للقيادة أو أنت مرقم شوف جارك طلع أنت ما تطلع أبو أحمد وجار أطلع أهلك كلهم ناهيك عن العاطفة كمان المصريين وغيرهم حتى العالم العربي يعني فارس وانكسر بس تبعيات هذه لا تقل عن تبعيات ما حدث قبل ال67 لو عبد الناصر اعتزل واعتكف وجاء مثلا زكريا محي الدين والشمس بدران اللي بقى كانت تقيرت الصورة بالكامل إلى الأفضل لأن عبد الناصر طلع أولا مجروح دون أن يقير نظراته قلت لك أنه حتى اليمن ولا يمكن أن يكون دون عبد الناصر استمر ضرب الأسلحة والقازات السامة إلى 27 2 يوليو 23 يوليو إلى القمة فظل عبد الناصر وعبد الناصر هو اللي أثر على قرارات اللاءات الثلاث رح أن تكلم ممتاز خطاب التنحي وكانت تمثيل كانت تمثيل يا وجدي الحكيم قالها لي وأنا شاهد عيان علىها يقول بلقني وحطه الأقاني يقول لقاني هذه ما ذعناها للمعلومة يقول استعين لأن البعض لقاني ما تقول بالاسم يقول استعين فيها في حركة السادات ضد مراكز القوة يقول كان فيها أقاني وطنية فلما شالوا محمد فوزي وشالوا القيادات هذه يقول حطيناها قبل قبل أن نروح لقمة خرطوم هنا حدث داخل الشاري المصري انتحار كما قيل المشير عند الحكي صلاح نصر شمس بدران قيادات التي كانت تدعم جمال عبد الناصر استبعدت هناك من قتل و هناك من أعدم و هناك من سجن و أي من لذلك وربية المسؤولية كاملة عليهم هل انتحار المشير كان واقع هل كان بسبب محاولة انقلاب و وصل لجمال عبد الناصر أم فعلا أجبر على الانتحار أو أعدم وين الحقيقة في القضاء ذلك كثير من النظريات ذكرت حول المشير خلينا أقولك شيء على طرف هذه في ناس لو تحط له صندوق برتقال في مية برتقالة 99 برتقالة ولا أجمل منها برتقالة وحدة خايسة يحط يطلع خايسة يبلى مرة ثانية خذهم وحط صندوق البرتقال رح يدخل ليده ودائما يصيب هذا عبد الناصر بهالشكل موفق في اختيار البرتقال موفق في وضع القيادات الكوارثية على رأس المشير وبعدها حتى محمد فوزي ورح يقولك محمد فوزي وحتى نزاعد اشياء لا شك انه اللي صار بعد 67 صار في عبد الناصر قفر للمشير اخطاء بـ 56 ترى بـ 56 الانسحاب اللي ما كان لداعي ارسل اسلحة لجهات وذخيرة لجهات اخرى يعني صار عندك سلاح كان كوارفي دخل الوحدة السورية والشعب السوري شال سيارة عبد الناصر انتهب ثلاثة سنين الى الشعب السوري انقلب اذن راح الى اليمن هو من سوق اليمن وحرب اليمن لعبد الناصر والكوارث اللي اصابت مصر مثل ما قلتلك الدشم بـ 5000 جنيه ما كان فيه بالميزانية 5000 جنيه حتى يعملوا دشم للطائرات بالتالي عبد الحكيم عامر ما هو الا كارثة متنقلة شالي صار اللي صار صارت الهزيمة عبد الحكيم عامر اولا يعتقد ان الجيش موالي له شخصيا اثنين ليش انت تلبسني الهزيمة بروحي انت تعلن تنحيك نعلن تنحي الاثنين اذا كانت حقيقية نروح الاثنين اذا عاطفية نرجع الاثنين ما يجوز انك انت تتنحي واسمي ما يصدر وطبعا عبد الناصر زكريا محي الدين انا اعتقد لأول مرة بكل قرار عقلاني عبد الحكيم لا يبي شمس بدران شمس بدران محدوديته الشديدة انما كان علاقته مع الاثنين يلعب على الاثنين عبد الحكيم عامل سهرات كل ليلة ينام لساعة اربعة اخمس العصر منه اللي يدير المكتب كان شمس بدران يوم كان مدير مكتبة بعدين صار وزير الحربية وعلي مدير مكتبة اللي زوج محاس صابري هم اللي يديرون الوزارة المهم فعبد الحكيم ما رضى انه يلبسون القضية اراد مع عبد الناصر اما نرجع مع بعض او نمشي مع بعض فخطاب التنحي خطاب التنحي لا يجوز انه انت فقط تعلن تنحيك والظاهر كان عارف انها لعبة فليش انت اللي تروح وانت اللي ترجع نقول احنا اثنين اثنين تنحينا ورجعنا رجع زعل وراح لغريته استطال وجاب اهله يعني كعزوة وبعدين رجع قضية انه الانقلاب ذكرت لك من الحلقة حتى الاولى انه كانت بذهن عبد الناصر قالها حق يوثنت وقالها لو تشوفها على اليوتيوب الرئيس الهندي قال لنا عبد الناصر قال انا ما قدر اتراجع يعني كان انا اذا تراجعت انقلاب عسكري عبد الناصر ما كان مالي ايده من الجيش هو في باله حتى مثل سينة المشير عبد الحكيم عامر لما قال لا نسينا قال لا برقبته رئيس قال لان لما قال بخمسة حزيران رح يبدأ الخزو المشير بعدين قال قال انا ما عرف ان عبد الناصر منجم ولا فلكي انا جيش تبني حركة على رئيس والله توقع ما قال لنا شنو مصادره انه بخمسة لان الحسبة ما كانت صعبة لما جابه ديان وصار وزير دفاع والموباليزيشن اللي يعرف شيء بديهي بليه اسرائيل انه ما تقدر تصير موباليز لمدة طويلة مثل ما قلنا كان عدد الشعب محدود وهذولا رجل صانع ومزارع شخص جاد في عمله ما اقدر اعزل لمدة طويلة فالحروة هذه مالت خمسة وكذا ما كانت يعني هذا وبدأ اللي قالوا انه خداع استراتيجي انه والله زكريا محي الدين انه في اسبوعين ما راح اسرائيل تعمل شيء كلها اذا اقررنا هنا خداء فكمان اللوم اللي خدع ممكن اللوم الخادع المهم المهم خلني اقولك يا هي كانت محاولة انقلابية نعم المشير لما سمع قضية خطاب التنحي اراد ان يذهب الى مصبره ويعلن ويعلن هو بذات بنفس الطريقة اعتزاله ذهب واذا الحرس الجمهوري مطوق الاذاعة والتلفزيون اقولك شيء طريف للمعلومة سبع وستين لما بدأت مصر تحشد تعرف ان اسرائيل ما كان فيها تلفزيون تلفزيون ما بدأ باسرائيل الا الـ 68 نحن بالكويت من الـ 51 هذا العبقري مراد يوسف بهباني اللي ليح ما أعطي حقه بعدين شركة سينما لا ما يحرض افلا بلاش طلبوا من الحكومة ان تشتريه وشروه وبدأنا البث بـ 61 مصر بالـ 60 العراق بـ 56 محاكمات المهداوي كانت تبث بالتلفزيون اسرائيل 67 ما كان فيه تلفزيون بس الاجهزة موجودة كانوا يروا ما يبث تدري اول ما ما فيه ساتيلايت كان لازم تشوف فقط مثل حين بالكويت تشوف البصرة تشوف بحرين بالرطوبة تشوف دبي فاسرائيل كانت تشوف ما يبث ويداع على التلفزيون المصري من تهديد ووعيد وحتى على فكرة للطرفة بعد محمد فوزي لما جاء يلتقي الجنرال الهندي لطلب سحب القوات فيقول قتلة احنا قوات عازلة بينكم بين اسرائيل يعني انتم ليش تتصوروا بالضرورة انتم بتهجموا يمكن هما يهجموا احنا عازلين بينكم ليش تسحبونها قال اشوف هذه القهوة نشربها الآن قهوتنا القادمة راح ارزمك عليها بتل ابيب قسم من الله هذا الكنرال يقولها الجنرال اللي ابحث عن يعني هذا النوع من اللي عايز يبطط السطول السادس اللي بيأكل هذول الجنود الى سمك يعني هل هذا نستوي قيادة المشير بالنسبة له انه قدر فيه الرئيس عبد الناصر وانا الجي وانا ليست مسئوليتي بروحي انا اقترحت الضربة الاولى وهو مقترح الضربة الاولى صحيح وانت اللي اقترحت انه نتلقى الضربة الاولى ونرد عليهم ونرد عليهم اذا انت تتحمل المسئولية بقدر ما انا اتحملها وانت القائد العام وحتى قرار الانسحاب اللي قتلك الهزيمة هي البيانة الاول وهي قرار الانسحاب بستة ستة فجر ستة ستة حتى هذه يقال من المستحيل انه المشير يقولها بدون هذا وكمال بدون رأي عبد الناصر لانه هو القائد وكمال الدين حسين وعبداللطيف البقدادي يقولون احنا جينا من اللحظة الاولى بالقرفة الاثنين موجودين فالمشير انقهر انه ينفرد عبد الناصر باي قرار اذا مو غلط المشير في نكسة سبعة وستين قلط مشترك مشترك بين الاثنين جدا جدا عبد الناصر يتحمل بالدرجة الاولى القرار السياسي لان القرار السياسي لقبط كمان الحسبة على الارض مرة احنا دفاع قعدنا وخندقنا نفسنا مرة لا تغير لو تقرأ مذكرات القادة المصريين لا يمكن لجيش ان ينتصر بهالحال قاعد انت تلعب في لعب لا في خطة واضحة هل انا جاي ادافع او اهاجم تحرك طول الوقت يعني حتى سموا لواء واعتقد هو لواء سعد الشاذلي لانه بعدين بال ارب ات وور ذكر عنه سمواه اللواء الحيران لواء كامل بدباباته بكذا مرة رايح جنوب عند شرم الشيخ ومرة صاعد بالشمال ومرة رايح الوسط حتى سعد الشاذلي قالها باللقاء محمد المنصور يقول يعني اجهد الجنود والدبابات على الجنازير فما في خطة لا يواضح خطة دفاع وهجوم فبالتالي المسئولية السياسية تقع كاملة وجزء من المسئولية الاسكرية تقع كاملة على عبد الناصر وبالدرجة الثانية على المشير انتحر ام قتل لا 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 يعني صارت روايات الاقرب الاقرب لربما لان حصره وقالوا لقوا مع ذهب وكان يحاول يمو الافراد والله يشوف خلينا نخليها بنسب قول خمسة وخمسين بالمية انتحر لانه هو بس مو طبيعة المشير لا 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 قيل بالروايات انه حاول ينتحر بيت عبد الناصر وحتى عبد الناصر قال اذا يريد انه هو قال هذا جبان ما ينتحر ولو اراد ينتحر ينتحر عندي ليش هذا مثل عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم لما جاء طلع مسدسة عبد السلام عارف وقبضوا عليه وقال انا بنتحر وقال عبد الكريم قاسم انت بتنتحر بتنتحر بمكتبي ليش روح انتحر البيت فهي القضية يعني خلنا نعطيها نسهد نقول خمسة وخمسين بالمية وصل الى وضع يائس بائس لان حتى الجنود اللي دار مداره قبض عليهم ووجد وكان وكان تحت الاقامة الجبرية تحت الاقامة فوهو يعني وكان سيحاكم الحالة النفسية مالت منهارة منهارة امر طبيعي فيبقى الـ 45% انه قتل همواردة عطيتها نسبة عودة انه الريال اليوم اصبحوا مسيطرين وصندوق الاسود اي صندوق الاسود ما تريد انه وتريد تخلص عندنا في العرب اقضى عنه اقضى عليها بعد 67 وقمة الخطب كان هناك ارتدادات في الامة العرمية هذا اللي خلي الحرب بهالاهمية ارتدادها كوارثية كوارثية بمعنى الكلمة بعد 67 تحرك تنظيم الاخوان داخل في مصر واستغل هذه الفرصة بالمكان من الجول وممكن يستفاد من وجود السادات لضرب الحزب الناصري اللي كان قوي بذلك الوقت بحث عن رافد يقابل به هذا التيار الشعبي فلم يجد الا التيار فاطلق صراح الاخوان ومحللين عرب بدون ذكرى ساميم على قنوات سننتصر على اسرائيل قرارات الحرب والسلام يجب ان تمر عبر البوابات الرسمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر